أشار التقرير إلى أن إسرائيل تظل الدولة التي تتلقى أكبر مساعدات عسكرية أمريكية قائلاً إنه منذ عام 1959 وصل المبلغ الإجمالي للمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل 251.2 مليار دولار وفي عام 1979 وعدت الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بمليارات الدولارات من الدعم العسكري كل عام وخلال إدارة أوباما تم تحديد مقدار المساعدات العسكرية عند 3.8 مليار دولار أمريكي سنوياً تستمر حتى عام 2028 ومنذ أكتوبر من العام الماضي قدمت واشنطن إلى إسرائيل ما يبلغ قدره 17.9 مليار دولار من المساعدات العسكرية بما فيها التمويل العسكري والأسلحة الأمر الذي سجل رقماً قياسياً سنوياً أيضاً ويصعب معرفة تفاصيل الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل على مدار السنة الماضية ومن المتوقع أن تكون قيمة الدعم الأمريكي لإسرائيل هذه السنة أعلى بكثير مع الأخذ بالاعتبار هجمات إسرائيل الجوية على لبنان في سبتمبر من هذا العام بالإضافة إلى ذلك استثمرت واشنطن 4.8 مليار دولار في تعزيز عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط بما فيها الرد على هجمات جماعة الحثيين في اليمن